بيلاروسيا ضد الرأسمالية والدكتاتورية من اجل التضامن الدولي نشرت يوم الحادي والعشرين من نوفمبر الفين وعشرين تعرب لجنة العلاقات التابعة للاتحادات الاناركية الدولية كريف عن دعمها وتضامنها الدولي مع مضالات الشعب البيلان الروسي ضد دكتاتورية الاكسندر ليوكاشينكو وهي حركة جماهيرية يشارك فيها زملاءنا الاناركيون البيلان روسيون يشير الوضع في بيلاروسيا الى الدكتاتورية الاستبدادية التي استمرت ستة وعشرين عاما والازمة الاقتصادية والصحية والخدمة العامة الحالية اجتاحت موجة من الاحتجاجات ساحات البلاد للمطالبة بانسحاب الدكتاتور كئنا روكاين نحن لسنا متحمسين للجدل حول ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية الاخيرة نزيها ام لا من الواضح ببساطة ان الناس في بيلاروسيا يقولون كفا كفا لم يعودوا يريدون حكومة تجويعهم وتضربهم وتضطهدهم نتضامن مع السجناء السياسيين في بيلاروسيا ونطالب بالافراج الفوري عنهم كما نطالب باعادة جميع العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاضرابات او الاحتجاجات ونحث على الانهاء الفوري للقمع نستنكر العنف والتجاوزات التي ترتكبها السياسات الحالية والقوات العسكرية او شبه العسكرية التابعة للنظام التي تعتقل وتضرب وتعذب بخصومها السياسيين نحن نطالب باسقاط سلطة استبدادية هي بقايا حزينة من الشمولية للاتحاد الصوفيتي السابق والتي لا تزال تعمل كاصلاح للاستراتيجية العسكرية الروسيا التي تستخدم الدولة المجاورة لها كموطئ قدم عسكري ومع ذلك وبنفس الطريقة التي نعارض بها النزعة العسكرية الروسية في بيلاروسيا فاننا نعارض ايضا عسكر قوات الاطلسي الناتو في جمهورية البلطيق الى جانب جميع الجيوش وجميع الحروب التي تشنها الدول ضد الشعب وبالمثل نحن لا نصدق الخطاب الحالي عن الحرية الغربية ولا دور وساطة محتمل للاتحاد الاوروبي الدور الوحيد الذي يطلع به الاتحاد الاوروبي هو ادارة مصالح الرأسمالية الاوروبية ولهذا السبب بصفتنا امامين نعارض هذه المؤسسة على العكس من ذلك ندعو الى التضامن الدولي بين جميع العمال والشعوب المضطهدة وجميع الحركات الاجتماعية الملتزمة في الشرق والغرب بنقابات العمالية وحقوق العمال مع الحق في الحرية الاسكان مع التعبئة النسوية والمثالين مع الدفاع عن الارض والبيئة ضد المضاربين بالتضامن والمساعدة المتبادلة للناس مع احتلال المساحات مع انتاج ثقافة بديلة ومع الدفاع عن المجتمع المدني بكل الحريات ضد الاستغلال والاستبداد على سبيل المثال للحصر بعض محاور التدخل الاجتماعي المفضلة لدينا فقط المشاركة المباشرة للشعب في النضال من الاسفل يمكن ان تحدث فرقا وتنتج حركة تتجاوز استبدال حكومة قديمة بحكومة جديدة فاسدة الى حد ما استبدادية الى حد ما من بين جميع التحديات الاخرى التي تواجهها البشرية اكد الوباء الحالي ان الدولة والرأسمالية لا يجديان عندما يتعلق الامر بالحاجة الى التضامن يجب ان يتغير المجتمع باكمله نحو المساواة والحرية والفوضوية هي اكثر من اي وقت مضى الخيار الذي نقترحه لتحقيق ذلك لجنة العلاقات للاتحادات الاناريكية الدولية يا فايف